موسيقى المحايد مع سعدون بمد مرحبا بكم عزيزي المشاهدين لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وما زال سباة الحكومة المرتقبة مستمرا منذ عام وربما تكون جلسة اختيار الرئيس التي يفترض أن تقام الخميس هي أول خطوات تفكيك أزمة السلطة التنفيذية أو ربما تأخذ الأزمة شكلا جديدا بحال قاطعها الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة والمستقلون تاركين الإطار يصوت لنفسه وسنكون حينها أمام حكومة لا هي توافقية ولا هي حكومة أغلبية بالنظر إلى أن قوى الإطار ماضية نحو إكمال الكابينة الحكومية ولا تراجع عنها فأي سيناريو سيكون قابل للتنفيذ؟ هل سنكون أمام حكومة بلون وبرنامج الإطار لوحده؟ أم سوف تضاف لها ألوان أخرى؟ وماذا سيتغير لو أجلت الجلسة إلى وقت آخر؟ هل ستتبدل أسيناريوهات؟ هل سيصوت الإطار لنفسه تاركاً المعارضة لكل الشركاء؟ هل قبول التيار الصدري بحكومة الإطار مستحيل أم ممكن بشروط؟ وبعد كل هذا العناق والمخاطر هل سنكون أمام حكومة دائمية أم مؤقتة؟ العنوان جلسة الرئيس الكردو متفرقون والإطاريون ماضون والصدريون يراقبون ورحب بضيوفي الكرام السيد عارف عبد الجليل الحمامي النائب عن اتلاف دولة القانون الشيخ أوس الخفاجي رجل الدين ومن أربيل ورحب بسيد عبد السلام برواري أضل الحزب الديموقراطي الكردستاني جلسة الخميس 13 من هذا الشهر تتضمن فقرة انتخاب رئيس الجمهوري وفقا للنصوص الدستورية الملزمة بذلك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن عن موعد جلسة التصويت على مرشحين رئاسة الجمهورية يوم الخميس المقبل وطالب أيضا بتوزيع سير المرشحين الذاتية على النواب تحديد موعد الجلسة لم يكن مفاجئا فقد توقع سياسيون وإعلميون ذلك لكن السؤال الذي ظل دون إجابة هل تم التوصل إلى حل للخلافات الكردية إزاء أسماء المرشحين ريبير أحمد وبرهم صالح أمن التصويت سيحسم ذلك وهذا يعني دخول الأكراد بأكثر من مرشح كما حصل عام 2018 فيما تشير التصريحات السابقة لأعضاء الحزب الديمقراطي بأنهم لن يدخلوا جلسة التصويت ما لم يتوصلوا إلى اتفاق حيال مرشح منصب الرئاسة فهل سيقاطع الديمقراطي جلسة الخميس المقبل وفي حال حصول المقاطعة من قبل نواب الحزب الديمقراطي فأن تحالف إدارة الدولة وقوى الإطار تملك الثلثين فهل ستمضي وتصوت لمرشح الاتحاد وماذا يمكن أن يترتب على هذا التصويت مستقبلا هذا من جهة ومن جهة أخرى اشترطت القوى السنية والكردية موافقة الصدر على المضي بتشكيل الحكومة فهل حصل التنسيق على موافقة الصدر أم هو يسعى لجعل الأمر واقعا من أجل إحراج الصدريين أمام الرأي العام مراقبون يرون أن الإعلان عن الجلسة يكتنفه الغمون لأسباب تتعلق بغياب التوافقات السياسية التي تسبق جلسة التصويت وتشكيل الحكومة فكيف سيتم الأمر فهل هناك اتفاقات سرية لم يطلع عليها الشارع العراقي ولماذا تتم في الخفاء ولمصلحة من تحصل وتوقع مواطنون أن تسبق جلسة الخميس إجراءات أمنية مشددة تتمثل بقطع الجسور الرئيسة لا سيما جسري الجمهورية والسنك كما حصل في الجلسات الماضية أهلا بكم الجديد أستاذ عارف خليني أبدو إياك من سؤال أولي هل سدعقد جلسة الخميس بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والضيف الفاضل الشيخ أوس والكادر الموقرون شكرا نأمل إن شاء الله أن تُعقد الجلسة الجميع متفائل والشعب ينتظر والتأخير يعني أكثر من اللازم صار القوى السياسية الآن محرجة جميعا ماكو جهة تستفيد من التأخير تتحمل المشؤولية تتحمل المشؤولية الآن بوضوح القوى الكردية التعنت يعني وصل يعني ذروتة بالحقيقة القيادة بس هو مرتكز السؤال أنه مقدمات إنعقاد الجلسة موجودة موجودة نعم موجودة 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 الموضوع الكردي ما محسوب الأكثرية الأكثرية الآن يعني يؤيدون إنعقاد الجلسة وهو التأيض غير كافي كان كان المفروض تنعقد الأربعاء وانسحبت للخميس نعم هذا الطلب من الأخوة الكرد نعم ونتأمل إن شاء الله نعمل أننا من هذا الخميس أن يحسم الموضوع إن شاء الله والكرد إلى الآن ما بلغكم أنه حسمه الموضوع لو ما حسمه الموضوع لا يعني الأمور خفت يعني المطلب الآن اللي إحنا وصل إلى مسامعنا ومن خلال فقط هو أنه تبديل المرشح يتغير مرشح السيد برهم صالح الديمقراطي ما عنده مشكلة ونعتقد إحنا الأمور جاهزة على لطيف رشيد لطيف رشيد نعتقد إحنا بأنه الأخوة الطرفين هو مقبول من الطرفين فهذا يعني حل موجود وجاهز والأخوة بعد يعني ما أعتقد أمامهم نعم هذا اعتقاد له أكثر لا أخوة هذا يعني تم مناقشته وتم دراسته وتم الضغط يعني هذا كان خيار جيد موجود يعني وهذا خيار يتفق علي أو الديمقراطي أو يضغط باتجاه الديمقراطي لا هو مو فقط الديمقراطي هذا طرح الإطار نعم الإطار والقوى الأخرى تقترح أعتقدون من طرحونا غير نعم متأكدين أنه رح يوافق عليه الديمقراطي أو لا أكيد الديمقراطي يوافق يعني لأنه الديمقراطي عنده مشكلة وحده قاله برهم صالح نعم نعم ما عنده مشكلة يقول لك أنا استعقاق الأخوة ما عندي مشكلة ولكن تغيير المرشح يعني هذا فالشيء ما ما بي مجال وفالشيء استراتيجي لا بد طيب يتعلق بالكرام جنال الشيخ اللي جلسة رح تعقد جلسة الخميس بسم الله الرحمن الرحيم وحييك وحيي ضيفيك الكريمين شكرا ومشاهدي قناة عراقية وهنا الأم الإسلامية بذكرى مولد فخر الكائنات وسيدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا أنا أقول أن هذه الإعلانات خصوصا في الستة أشهر الماضية كانت تترى لدينا لنا أسبوعيا كل أسبوع يخرج لنا إعلان أن الأمور انحلت الانسداد انتهى الجلسة ستعقد مع ما اعتخل لها من مشاكل ودماء وإلى آخرين أنا أشبه إعلان هذا اليوم بعدما أعلن قبل يومين بأن الأربعة هي جلسة حاسمة لاختيار رئيس الجمهورية وكنا أيضا في لقاء مع أخ عزيز وطيب من الأخوة في دولة القانون وقلت له جلسة الأربعة ما رح تعقد ولن يصوت على رئيس الجمهورية الخميس كذلك إن عقدت أنا أقول تعقد لكنها إن عقدت أيضا لن يصوت على رئيس الجمهورية هناك مطيات إلى خلال 48 ساعة لم يسفر عن ترشيح رئيس الجمهورية لم يسفر عن اتفاق ما بين الحزبين الكرديين على شخصية واحدة أنا خلال 48 ساعة شنو الهل التفاؤل الكبير أنا أشبه هذا الإعلان إعلان أن الخميس هي جلسة لاختيار رئيس الجمهورية أشبه ما تكون بإعلان الحمل الكاذب لإرضاء الزوجين لإرضاء عشيرة أهل الزوجين لإرضاء جهة على أخرى خطوة متقدمة من المرضي بهذا الموضوع؟ جمهور؟ لو كتل سياسية؟ لو أحزاب؟ نحن الآن نكرم مثل ما تفضل للضيف الكريم كل الشعب العراق الآن يتمنى أن الأمور تسير إلى السلام الأمور تسير إلى الاستقرار إلى تشكيل حكومة مختلفة عن نمطية الحكومات السابقة لكن لإرضاء حتى جمهورهم نفسهم حسنا مثلا جمهور تشيرين على حدة جمهور التيار على حدة لنأتي إلى جمهور الأخوان في الإطار الآن هم كلهم مترقبون كلهم أيضا مشكلون متذمرون لبعض القواعد التي كانت بينهم أكو قضية أخرى تدفع باتجاه أن يكون عقد الجلسة جاد أكثر مما تقول عنه اللي هو تجنب أو عقد الجلسة أو فضل الموضوع قبل 25 تشري مو المفروض هم ما ينتظرون إلى 25 تشري هو هذا الإعلان بجل طمعنة الشارع من أجل تهديئة الشارع والخميس راح يجر سبيت والسبيت راح يجر إثنين والإثنين راح يجر سبيت آخر طيب هذا تعويلا هذا اللي نقول لحضرتك تعويلا على الخلاف الحاصل ما بين الحزبين الكرديين لو تعويلا على تسريبات لو تعويلا على اتصالات مثلا بين التيار الصدري حسب اعتقالك بين الكرد حدة أمور الأولى أنه فنية تتعلق بمجلس النواب نفسه والأحزاب المشتركة الآن والداخلة في مجلس النواب رسميا وهو عدم وصولهم إلى قناعة عدم وصولهم إلى مرشح عدم اتفاقهم إلى الآن حتى برغم هذه الزيارة التي تعتبر تاريخية برئاسة السيد الحلبوسي الذي حاول أن يوصل لرأي الإطار وغيره إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن الأمر الآخر المهم هو رغبة الفريقين الآخرين الكردي والسن الكريمين أنه بمشاركة التيار الصدري وأعلنوها أكثر من مرة أننا نتخوف أو نخشى أو نهاب أن ندخل في حكومة أو نؤسس الحكومة خارج عنها جزء كبير ومهم جدا من الحزاب السياسية المعروفة منذ قيام العملية السياسية هذا طبعا يفتح باب نقاش يعني أنه هذا الإلحاح من الحزبين اللي قلت حضرتك يعني قصدي من السيادة ومن الديمقراطي الفريقين بالضبط على أشراك تاريخ صدري هذا مرة ينفهم من أنه خشية من أنه الخطوة اللي رح يخطونها رح تتفلش عبر ربما التظاهرات أو ربما لأنه أكو التزامات فهي باقي التزامات له مجرد تخوف من أنه الحكومة تكون طويلة هو ليس خوف ما قلنا تخوف زيان هناك فرق بين الخوف والتخوف لأنهم الآن يريدون أن يبقوا في هذه الدولة في هذا النظام السياسي يخشون أن يتفرع عن طرف على طرف آخر أن ندعموا الإطار جملة وتفصيلا يخشون من محاولات سابقة تجارب سابقة من انقلاب بعض بين قوسين جهات الإطار حول استحقاقاتهم التاريخية أو السياسية يريدون أن يكون هناك كفة معادلة شيعية للطرف الشيع الذي يتعاقدون معه الآن هذا هو جزء من التخوف جزء كبير أيضا من التخوف والتظاهرات التشرين أيضا نعم ورح نجي إلى التظاهرات التشرين خلي أنقل السؤال إذن إلى السيد عبد السلام برواري هو نفس السؤال أنه باعتقادكم الجلسة جلسة الخميسة تتعقد أم لا وما هي مبرات الاعتقاد بعقدها أو مبرات الاعتقاد من عدم عقدها نعم تحييي لك تحييي لضيوفك الكرام الأخوات أخوة المشاهدين والمشاهدات إذا تسمح لي قبل ما أجاوب يعني يا ريت يتم التأكيد على أن أنا موجود هنا الديمقراطي يعني ما احترامي لضيوفك يطرحون رأيي الديمقراطي وأني موجود متفضل أبدأ إذا تسمح لي أبدأ بكلام الأخ عارف يعني بدأ كلامه قال المسؤولية لأنا لأخوة الأكراد على تأكير العملية أخي والله حرام سنة كاملة بشتى الأساليب واليوم شي مفتعل وأقولها مرة من الإطار نعم الاتفاق الكرت دا يعرف للناس وكأنه هو سبب الانسداد أخواني ما أكو شي اسمه اتفاق وخلافات كردية شي أكو اسمه مادة سبعين من الدستور تسمح بوجود أكثر من مرشح مجلس النواب يقوم بانتخاب رئيس جمهورية وين المشكلة إذا عندنا مرشحين أو خمسة لذلك أرجوكم ارحموا هاي الجماهير يعني ما راح نمنو يستفاد من أنه نخلق من الكرد حدو وكأنه هو سبب عدم وجود رواتب هو سبب من عدم وجود خدمات هذا أرجوكم اتقبلوا مني طيب السادة السلام سادة عد السلام إذا أسمحني إذا أسمحني لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الذي رفض أن يدخل الكرد إلى البرلمان بمرشحين اثنين هو إلى الآن مصر الحزب الديمقراطي على أنه ما ندخل إلا بمرشح واحد وهدد بعدم الاشتراك بالجزء ماكو أنا ما سامع أنا سامع اسمح لي اسمح لي أخي أنا لما لما أحشي على رأيي الديمقراطي الكردستاني يجب أن يكون هناك بيان من المكتب السياسي أو تصريح من رئيس أو سكرتيري الحزب أو الناطق الرسمي مثل الحزب الذي قال الكردستاني كل شخص آخر بضمنهم آني يمثل رأيي الشخصي أرجوكم لا تتقبل الحزب بدون أن يكون هناك بيان رسمي من الحزب هذه آراء كل واحد حر يقول رأيي طيب الشيء الآخر أنه الأخ حارف قال الديمقراطي يرضى بأن يكون المنصب من نصيب الاتحاد الوطني ولكن عنده مشكلة فقط مع برهم صالح هذا حقيقة مصحيح احنا نقول احنا نقول من سنة كامل المنصب بالعرف السياسي اللي سائد من 2003 حصة الكرد ليس حق أي حزب لا الديمقراطي الكردستاني ولا الاتحاد الوطني أن يقول هذا من حقي صحيح قبل هجهان أكو اتفاق وإن الاتحاد الوطني أن يأخذون أكبر منصب في بغداد لقاء دعمهم لمرشح الديمقراطي لمنصب رئيس القليم لكن في 2014 الاتفاق انتهى انتهى لذلك أرجع لسؤالك إذا تسمح لي نعم شكراً طبعاً لسحة صدركم لأن هذه حقائق لازم نوضح للناس نعم انعقاد الجلسة أو لا يعتمد أولاً على مدى تمكن الإطار من أن يجمع 220 نائب إذا تذكرون هلهلوا وفرحوا عندما أصدر المحكمة الاتحادية هذا القرار اللي أنا أسميه مخالف لمعنى وروح المادة المادة 70 بمثالة الثلاثين الثلاثة المعطلة الثلاثة الضامن ويهمها أيضاً في قناتكم أنا أكثر من مرة قلت المحكمة الاتحادية في الدنيا كلها تحل المشاكل هذا القرار خلق لنا مشكلة بدون أن يضع يد على حلها بمعنى أي 110 عضو يقدرون يحلقون عملية سياسية لكن هذا العدد أستاذ عبدالسلام هذا العدد غير ممكن جمعه الحزب الديمقراطي الكردستاني إذا تسمح لي لا يستطيع أن يجمع الثلثة المعطلة تستطيعون أن تجمعون الثلثة المعطلة؟ أنا لا تفصل كلامي ويقول أنه إحنا راح نحاول نحطل لا احتمالاته هواية يعني أريد أقول الإطار إذا جمع 220 إذا جمع 120 كل كلامنا هذا ما راح يقال أثر لأنه 220 يقدرون ينتخبون من بين بالمناسبة يكون 31 مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وليس فقط مرشحين من بين ذول ينتخبون لهم رئيس وراها بخمس دقائق يكلف مرشحهم ومرشحهم ورشحهم يقدر يقدر يقدموا إزارته يعني إنعقاد وعدم الإنعقاد يعتمد أفرضني أسايرك وأقول المئتين وعشرين تم زمانهم نجمعهم اليوم الموقف الأخير للصدريين يقول أنا ما مستعد على أشتغل بياكم وما راح أسمح لكم شكلون حكومة كلام واضح جدا مثل ما الإطار ما سمح للأكثرية الفائزة من الانتخابات شكل حكومة هم مهمة يقولون هذا من حقنا لذلك أنا أعتقد الأزمة ما راح تنتقي بانتخاب رئيس جمهورية ولا بتكليف مرشح الإطار أستاذ عبد السلام هذا التصريح منين سمعت بالنسبة للتعام الصدري وحضرتك كذا تسمح لي أكدت بأنه التصريحات يجب أن تأخذ من ناطق بسمي أو تأخذ من يعني مصدر أنا اليوم المصدر أقول لك المصدر اليوم في أخبار الساعة من قناة كردستان 24 نعم سمعت هذا الخبر ولهذا أريد أن تحسبوا علي هذا المصدر اللي أنا سمعته من من قولا عن من الخبر وماكو داعي يعني حتى عني يعني يقول هذا الموقف الأخير للصدريين أنا أعتقد طيب خليني خليني أرجع أقدر أسأل بالتوق نعم خليني أرجع هذا مو مهم مو مهم نفرض نفرض أني هذا الكلام ما قائله نعم لكن الصدريين طول يعني من البداية الصدر قبل ما ينسحبون من المجلس نواب أيضا كانوا يقولهم لا أشتغل وياكم ولا أتباحث وياكم طيب سرع السلام راح أرجع أناقش تفاصيل الموضوع خليني أرجع للستوديو سيادة النائب إذن سمعت الكلام وهذا كلام يعني أعضب الحزب الديمقراطي الكردستاني والسؤال اللي ينطرح ملخص لكلامه أنه أكو تحدي اللي هو تحدي جمع الثلثين وهذا طبعا لاحظ حظتك كواي معارضين إذا ضمنالهم الحزب الديمقراطي وبين قوسيا تحالف السيادة ما يقعد يكشف عن موقفه هو داعم للحزب الديمقراطي لو ما داعم للحزب الديمقراطي أخي الكريم الضيف الفاضل جزاها الله خير نعم أحنا أولا بالنسبة لأخوة تاري الصدري ما سمعنا بالأعلام هذا التصريح لأنه تعرف الآن بس هو موقفهم العام هو هذا؟ لا الموقف العام يختلف أكو مرة أكو تصريح واضح وبعد جلسة بعدلها 48 ساعة هذا يختلف الأمر المهم قبل ما يختلف الأمر لا لا أنتم تحركتوا في الإطار على التيار الصدري من أجل تغيير موقفه سويتم محادثات ما تحرك أولا تم الإعلان من كل قادة الإطار أعلنا يعني لا القضية سرية مدوا اليدين للتيار الصدري وقيس الخزعلي أعلن صراحة قال إحنا استعقاق التيار بقدر مقاعدة إلى نصف الحكومة اللي هي ست وزارات ولم يستجب التيار ولم يعلق لا إنت هس هذا لم يعلق علنا مو كل الأشياء الآن بالعراق لابد يكون معلنة وهو هذا صحيح أكو مرة تفاوض أكو رسائل أكو علاقات طيبة بين بعض القيادات من الإطار والتيار كما توجد علاقات في شدة المشكلة والأزمة أكو علاقات طيبة مع البرجاني ومن قطعت ولا رغم هو سيادة نابانة هذا السؤال تغير موقف التيار من وجهة نظركم لو لا بالنسبة لعقد الجلسة قرار التيار الصدري قرار محترم وأنت تعرف مركزية التيار الصدري يعني قرارهم مركزي فهذا بعد الوقت يعني مو يعني محشوم قرار التيار الصدري يتعلق بالاشتراك بالحكومة وتشكيل الحكومة بعد تكليف رئيس الوزراء يحتاج لشهر فالجوء مفتوح بين الإطار والتيار مو هنا المشكلة هذا تبسيط للموضوع سيادة نار لا 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 خلق لك شون تبسيط الموضوع التيار الصدري يعلم والجمهور أيضا يعلم أنه إذا عقبت تكليف الرئيس عبرت بدون ما يحسم التيار الصدري موقفه وبدون ما يتم التفاوض والتفاهم معه معناته الروج الروج الغطاه أنا أعتقد الإطار سياسة في هذه الفترة يعني خاصة بهاي الأزمة أثبت بأنه هو يتعامل بحسن نية مهما يعني صارت الأمور وصارت مع التيار الصدري أو غير التارس أخو أكو أمور ترصارت معها الديمقراطي يمكن أكثر عندما يعني تحالف الديمقراطي مع التيار الصدري أخو هي بناكب ذات المشكلة ولكن ما الإطار لحد الآن يعمل بروح أخوية وأبوية ويبدل جهود مضنية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأكراد خلينا نعوف التيار الصدري السيادة مضمون موقفهم بالتصويت بالحضور في حال غياب الديمقراطي أنا أقول لك أكو تباين أكو تباين في موقفهم السيادة السيادة يعني ولكن الأكثرية حاشمين موقفهم يعني نشمع منهم كنواب ونشمع من النواب الآخرين نشمع الأكثرية كونون حاضرين يعني احتمال أنهم تتحدث عن انشطار أو انشقاق في السيادة لا وشهات نظر وشهات نظر يعني شروع يعني الموقف مو مركزي واحتمال أكو بعضهم يدخلون وأكو بعضهم ما يدخلون طبعا شوف بالنسبة للإطار وسيادة تتعرف تتكون من كتل وعدهم رؤوس ومثل التيار الصدري فقط يمكن بالعمليات الديمقراطي والتيار الصدري الديمقراطي والتيار الصدري بقيه أيضا ليس دولة القانون يطبونهم بكيفهم لا لا بكيفهم آه أنا هاي أجيت هنا والله ما يدري بيها طبعا ما يدري بك بس بالتصويت ما يدري بالتصويت ما يدري كون على ثقة إحن البارحة اجتماع مع السيد المالك قال إذا اه يعني كان الترشيح لأكثر مرشح دخله انتم تتحملون المشؤولية وهذا تكليفكم الاخلاقي. هذا بالنسبة التصويت. هذا تبليغ. اسمح لي. بس بالنسبة لمواقف اخرى اكثر حدية. نفترض موقف من التيار الصدري. ايام اللي كانت التيار الصدري يتعو النواب الى الانضمام اليه. كان ممكن اعضاء دورة القانون ينشقون وقسم منهم يدخلوا ايه التيار الصدري. عدنا نشقل. احنا نعرفهم وانت. احنا نعرفهم. راحوا ايه التيار الصدري. مو راحوا. لا ما دخلوا دخلوا وصوتوا للحلبوسي. واحنا ما صوتنا. وقسم ما حضروا الجلسة. ولكن ثق ما حد حاسبهم. ولا حد قالهم انتوا طالعين من الكتلة. اكو ديمقراطية عندنا في دولة القانون كون على ثقموح شي يعني. هاي اطمئن من عدها. فالان الان الاطار بصورة عامة. نعم. يعمل جاهدا لتقريب وجهات النظر اه بين الاخوة الكرد للاتفاق. عشان شون الاتفاق مرة يتفقون على مرشح. وكان الله يحب المحسنين. او مرة يتفقون يجون يكون الاحتكام تحت قبة مجلس النواق. مو بس ولكن خلي يتفقون لحد الان الاطار. اذا ما تفقوا. محرج الاطار ما يريد يكون ونكون نرتكب نفس الخطأ اللي نحتبره هو سبب لتعقيد الازمة السياسية اللي صارت بالاعراق ونكون مع طرف ضد اخر. ما يريد نخسر اي طرف من الاطراق وتربطنا علاقات اخوية وقديمة واشتراتيجية مع الطرفين. انتم محرجين بالنسبة للاتحاد. يعني الاتحاد وقفوا ياكم ودعمكم. خاصة بالنسبة للثلث المعطل هو تخلف عن الحضور. فاذا التزامكم ويالاتحاد اكثر من اجزاكم ويالديمقراطس. حقيقة. لا لا. في هذه المرحلة مو مو هكذا يعني تحشب الامور. الا الاطار يقدر ينتظر طويلا. لا لا. بس عادة من الاتحاد. لو فرضنا. لو فرضنا. نعم. سلع يعني هي جدلا. دخلوا الكرد يمرشحين اثنين. نعم. انتم ملزمون. ابدا. ليش ابدا? ابدا. حليفكم. لا ما لاحظ. عطل الحكومة. لا لا تسمح لي لا مرخصت. اما اذا دخلوا بمرشحين اثنين فتكون اكو يعني قناعة النواب الموجودين. تكون حلافقة. انا من الناس هسا قدامه. سيات النائب. والله. سيات النائب. هاي العملية السياسية. لا. انا نحكيها قدامه. دسمح. والله. دسمح. كون حلافقة. هسا اذا تصويت لمرشحين اثنين ما ارشح برهم صالح. هو غير احنا من. اسمح لي اسا. اسمح لك دخلينا نحك شي. هو مو حليفنا. ايه. بس اذا مرشحين ما ارشح برهم صالح. خلصت? طيب. احنا مو عملية السياسية من الفين وثلاثة لحد الان هي مشكلتنا. انه التصويت يتم الاتفاق عليه بالغرف المظلمة. احنا منيش وقت بنوابنا احرار. لا لا لا. بعض بعض المواقف. مو لكل. فعلا الاتفاقات مهمة. ذاك اليوم احنا. طيب انا اعقل. انا اخنا ايدك. نعم. انطيك مصدا. نعم. ذاك اليوم من صار اتفاق انه احنا من مرر استقالة الحلبوسي. وصار اتفاق فعلا. نظرنا الى مصلحة عليا. هاي مو هاي مو. هاي مو. هذا اتفاق يعني. هاي مو قصة معقدة. بالعكس. مصالح الاطار انه ما يمرر. احسن. منحة صالح. اذا هاي مصالح الجميع. انا احتي. مصالح نعم. مرر. يعني اذا كنا اذا صار الاتحاد. سبب تعطيل البلد. والتأخير. وهو متشبث الا برهم صالح. انا نقول لك يصير كلام غير. طيب. اه شيخنا عندنا سمعت الكلام. واكو هناك هناك تلميح بانه التيار. طبعا تلميح مو بس هسه. لكن الى الان ما كشف النقاب عنه. الى الان ما تأكد بالمناسبة. لانه موقف التيار الصدري لا زال غامض. وما تطلع من اي تصريحات لحد الان. اكو تفاهم. اكو غض نظر من التيار الصدري باتجاه انعقادة الجلسة لعلى. في حدود علمي ومعلوماتي ايضا ان رأي التيار الصدري الممثل بالشخص الوحيد. اللي هو سماهة السيد مقتل الصدر. هو ثابت. ولم يتغير. بل ربما طرحت مثل هذه الافكار. وبثل هذه الاراء. او نقل ان سيد انه سماهة سيد كان متمسك برأيه وربما بشيء من العصبية بان هذا رأيه ثابت وما راح يتغير. اللي حصل استاذنا العزيز انه دعنا نرجع للذاكرة قليلا عندما كان التحالف السيادة يحاول يعقد يعقد الجلسة. وهناك ثلث معطي بين الشدي والجذبي ومهلة الاربعين يوم ثم الثلاثين ثم دعوة المستقلين ثم اخذوا شهر وشكلوا حكومة. ان كثير من الاخوة في المحللين السياسين او حتى اعضاء مجلس النواب تابعين الى الاطار كانوا يصرحون. انا سمعته بنفسي انه اذا نجح التيار الصدر او تحالف السيادة في تشكيل حكومة او تمرير مرشح في جلسة مجلس النواب فان الشارع لن يسكت. ها. كلنا سمعناها مادة جنابك سمعتها او لا. طيب. ان هناك رأي للشارع. هذا الهذي ربما يحتفظ بها في في رصيده الشعبي التيار الصدري ومن تحالف معه في ثورة عشوراء. اقول انه لو نجحت هذه الحالة ومرر السيد السوداني. اعتقد التيار ما يبقى ساكت. وهي المشكلة وين جناب الشيخ يعني بصراحة. يعني اذا مرت جلسة اختيار رئيس الجمهورية فمعناتها مرت العملية. لانه مهما كان الاعتراض على حكومة تخرج من رحمة مجلس النواب. سيكون الاعتراض عبارة عن احتجاج. يعني اوكي. خلتطلع الناس تبقى لها بتشرين بقت سنة كاملة. الناس محتجة. شل المشكلة. العملية تمضي وينسن قانون الانتخابات جديد. وتتشكل مفوضية الانتخابات. و قابل يشيل تار الصدر قابل يشيل سلاح. لا ابد لا. خلاص. اذا الاحتجاج ديمقراطي. عملية ديمقراطية. ومسموح بها. والحكومة الشكلت. وخرجت من رحمة مجلس النواب. وكل شيء تمام. هي لكن الاحتجاج قد يتحول الى اعتصامات مثلا. الى عصيان مدني. ما يقول مدني سلمي يعني. نعم. اه. ولا تنسى ان هذه الحالة اليوم يمكن ان اول مر اول حالة تمر على الحالة السياسية ما بعد الفين وثلاثة في في العراق. اه. ما مرت قبل. حتى مدة سنة لامس مرة الذكرى السنوية. لهذا الاخر الانتخابات. ايضا ما كان يمكن اطول اكثر مدة كان ثمانية اشهر في في دورة من الدورات. الان مدة سنة الجمهورية محتاج. هناك عامل اخر اضافي ازاد المشهد تعقيدا. وهو الرأي للمجتمع الدولي. كلنا رأينا كيف ان المجتمع الدولي ممثل باقتراحات او 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 تقرير بلاس خارت. عندما حذر من ان الوضع اذا استمر على هذه الحالة. فانه هناك امور تسير الامان لا يحمد عقباه. سمعنا تحذير من المملكة المتحدة الى رعاياها من عدم التوجه الى العراق وغيرها في بعض الاماكن. الامور كلها تندر ان بقي الاصرار من الاخوة الموجودين الان في مجلس النواب على تشكيل الحكومة. بغض النظر عن رأي الشعب. عن رأي تشرين ورأي تيار صدري. اعتقد ان الامور لن تسير للمسار الحسن. طيب. ويمكن قال الاستاذ قبل شوية بانه لاحد يحكي برأي نيابة عني. نعم. واعطى اعطى انطباع بان الى الان لم يكن ليس هناك اتفاق. السيد الحلبوسي طلب السيفي للمرشحين الاثنين. وهذا ايضا الاخوة الكرد ما ما يردون انه يدخلون بمرشحين اثنين. طيب لو. اذا مهما كان وثمانية واربعين ساعة قلت صار ستة وثلاثين ساعة. طيب لو حتى اه قيادات الصف الاول ما تعرف رأيها. ربما اقول. ولو سأنا على رأيي. كل تيار الصدري ما عاد السيد الصدري الان. قيادات الصف الاول كلها والنخاب وال والخط الاوسط والقاعدة الجماهية. رأيها شنو? رأيها سلبي. اللي هو شنو? اللي هو يجب القصاص من قتلة شهداء ليلة ثلاثين آب. الاربعينية اللي ثمرت قبل يومين. هناك نوع من انواع الثأر. الجماهير الصدرية والتيار الصدري. الان متحمس للاخذ الثأر على ولو اقل سياسيا. انه يستحيل ان الجهات التي ساهمت بشيء بطريقة او باخرى. انا ما اتهم جهة معينة. بطريقة او باخرى الى سيل هذه الدماء. اه خمسين شهيد. ثلاثمية وعشرين جريح. ان تمر مرورا بدون معاقبة او بدون عقاب. اذا اذا جماهير التيار الصدري وقاعدة التيار الصدري هذا رأيه. تمام. وبالنتيجة السيد الصدر ينظر لهذه الحيثيات لأ لا. لا السيد صدر يختلف. نحن نعتقد ونرى وكل الناس ترى انه سيد سيد مقتدر صدر اه هو الذي يسير ولا ولا يسير. ما يمشي وراء الناس. وبالعكس هم الناس مطيعين بدليل انه خلال لم تحصل خلال ستين دقيقة. ينسحبون مجلس النواء بعد معركة هريرية طاحنة. طيب. خليني ارجع لضيفي من اربير. استاذ عبدالسلام برواري. اريد هنا انا اسأل عن موقف تحالف السيادة. يعني اه خلي انا قل لك وجهات نظر. يعني وجهات نظر تقول بانه يفترض او ينتظر من تحالف السيادة بانه يدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني. على الاقل لان هم كانوا او خرجوا من رحم تحالف واحد ويتيار الصدري. هناك مصالح مشتركة بياناتهم. ثم انه السيد الحلبوسي بنفسه زار السيد بارزاني قبل ما يقرر عقد الجلسة. فهل تعولون على موقف داعم من السيادة? هل هناك ولو خطوط عامة للاتفاق حصلت ما بين السيد بارزاني وما بسيد الحلبوسي ام لا? يعني اولا ما تسرب من اللقاء هو فقط بيان اللي صدر عن مقرر بارزاني. الاطراف المشاركة اكدت على ضرورة الاستمرار في المناقشة القاضايا الحساسة قبل والتوصل الى اتفاق قبل الدخول الى عملية اتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزارة. هذا كل صدر. وكل شيء اخر مراد لي. اني ما سمعت حتى تسريبات اخرى. هاي واحدة. شيء الثاني. حقيقة هو لك نقطة تجمع الاخوة السنة والكورد. وهي انه اثنيناتهم قدرهم انه يفضل ان يشاركوا بالحكومة بدل ما يبقون خارج الحكومة. طبعا هو من مصلحة الشيعة ايضا ان يكون هناك الممثلو الكورد ومثلو السنة مشتركين. لان انا اقول تجربتنا احنا احنا كنا مشاركين بالسلطة. كان رئيس اركان الجيش اه واحد مقرب جدا من قيالة الفارتي. ماذا حدث في زمن المالك اثنيين تم تشكيل اه قوات شرق دجلة وتم تهديد نبل الاف ستاعش. كان هشير زيباري وزير مالية وهو واحد من اخوة شخصيات الحزب. كان هو وزير مالية وفي عهد كونه وزير مالية تم قطع الميزانية. احنا هاي مشاركتنا القوية بالسلطة وحدث هذا كله. اذا ما نشاركش نصير يعني الاخوان في في يعني المناطق المحررة والمحافظات الغربية عدو مجموعة من المشاكل. طيب. فالنقطة المشتركة بين اتنا اثنين اتنا في العقيقة هي اذا تم يعني التوصل الى اللحظة القريبة من تشكيل الحكومة وتم الاتصال بنا احنا نفضل ندخل للانتخابات بالتأكيد. يعني انت لو تشوف هذا اللي يتسرب على انه انه الاتفاق اه اتفاقية سياسية لمسألة اه تحالف ادارة الدولة. مجموعة من النقاط بها هي مطاليب سنية. مجموعة من النقاط هي مواقف الكرد. طيب. اه حتى يبدأ عسا هذا هذا النص. طيب هسا هسا حضرتك تقول اه استاذ عبد السلام. حضرتك تقول بانه احنا من الانسب. طبعا اه انت قلت من الانسب ان المشاركة بالانتخابة تقصد مشاركة بالحكومة. مشكلة الوقت ضيق امامكم. ما عندنا غير يوم واحد. لا لا ان قلت حكومة. بالحكومة طيب. ما عندنا غير يوم واحد. وهناك تلميحات بانه وحقيقة ضيوف كرام من الحزب الديمقراطي اكدوا على هذا المنبر من انه في حال لم يتم الاتفاق داخل الاقليم فان الديمقراطي لن يدخل الى جلسة التصويت. السؤال عدم الدخول الى جلسة التصويت سيكون ضعيف اذا ما عندكم ضمانات من السيادة. هو هذا سؤالي. عندكم ضمانات من السيادة بانه يدعمونكم لو لا. انا ما اريد. شوف. نعم. لا يعني تطلب مني امطي تحليل لموضوع لمسألة. انا شخصيا اعتبرها رأيي شخصي. يعني اخوان اخوان اصدقائي عندي احتكاك يومي بينهم. نعم. انا قلت لك ما سامع لي حد لان موقف رسمي من الديمقراطي. وعادة حتى في الدورات السابقة. الى الليلة اللي تسبق الجلسة. كانت بعض الامور واضحة وثم انقلبت رأسا على عقد. لذلك لا لا. انا ما اقدر ابني رأيي على شي ممكن يتغير خلال 24 ساعة 26 ساعة. بس انا لديه ده تسمح لي شي واحد. نعم. مسألة انتخاب رئيس الجمهورية بنظري شيء. ومسألة المشاركة بالحكومة شيء اخر. دائما يربطوها مع بعض ويشترطوها. يعني فرضا جهة معينة ما اشتركت في انتخاب رئيس الجمهورية قاطعتها. هذا لا يعني انها ليست مستعدة ان تجلس مع المرشح بتشكيل الحكومة وتدخل في تحالف. لكن سيكون موقفها ضعيف جدا. هاي مضوعين مختلفين. الشيء الوحيد اللي يربطهم. ما ادري يعني اذا اذا الجهة اللي ما تريد تشاركك هما بالقوة. يعني انا انا رجال على الفرد السياسية. اللي يريد يشكل حكومة او مكلف هو اللي الى حق يتصل بالجهات اللي يريد يشاركها. بحكس ما كان موجود يتذكر قبل ست سبعة شهر. الجهة تقول له للجهة الاخرى اريد تشاركني تريد ما تريد. هذا هذا الشيء غريب طبعا بالتحالفات الديمقراطية. اذا ما احد اتصل بكم وما تطلب منك تشارك. ما تشارك يعني خمو تفرض نسك بالقوة. نعم. بس. يعني احنا دائما ده نربط الموقف من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. نربطها بمسألة المشاركة بالحكومة. انا بنظري الشيء الوحيد المشترك بين الموضوعين. هو انه لابد ان يكون هناك رئيس الجمهورية حتى يكلف. لا اذا تشبح لي الشيء المشترك بين الموضوعين. حتى. الساد عبد السلام. الشيء المشترك بين الموضوعين انه طبخة اختلاف. اه طبخة طبخة الاتفاق على رئيس الجمهورية. والاتفاق على رئيس مجلس الوزراء. يتم عليه يتم الاتفاق عليها طبخة وحدة وبسلة وحدة. مو ابسلتين متفرقتين. من هنا. اذا ما صار اتفاق مدى يصير اتفاق حبيبي. نعم. مدى يصير اتفاق مدى يصير اتفاق. مدى يصير اتفاق. اتحاد وطني لا زال يعلن. هذا من حقنا. ولما حتى انا سمعت اليوم واحد من نوابهم. يقول احنا منفتحين للحوار ويجب نتحاور. والحوار هو ان ترضى الاطراف الاخرى بترشيح مرشحنا برهم صالح وهذا موقف لا نتلازل عنه. اذا ما يصير اتفاقه. الاطار مع احترامي الهم. يريدون يشكلون حكومة تستمر اربع سنوات. وكما وكأن الوضع خلال السنة الماضية لم يحدد شيء. هوايا قوى تقول هاي الازمة ما ما يمكن ان تزول اثارها بس طرحة. تعالوا اخوان خلينا نتفق على وسط الطريق. نشكل حكومة مهمتها الوحيدة التهيئة للانتخابات المقبلة. انا ما فهمت من الاخوة بالاطار انه لا نشكل حكومة كاملة الشرعية وتدوم اربع سنوات. طيب. هذا انا اعتقد الرزق هذه مخاطرة. طيب خلينا انتقل بهذا المخاطرة الساد عبدالسلام لضيفي الكريم بالستوديو انتم تريدون حكومة لاربع سنوات. انا شمعت احد من الاطار من قيادات الاطار. قال احنا نريد حكومة باربع سنوات. هو اول الاشتماعك لاربع سنوات هي خلصة. بعد ثلاث سنوات. مو اربع سنوات. هاي ثلاث سنوات. لكن تتحدثون عن انه. لا لا. لا سمح لي. زمن الذي يستغرق الاتفاق على المفوضية وليستغرق. احسن. يراد لكم على الاقل سنتين ونص سنتين. محمه الله هو هذا واقع. حكومة الكاظمي. هسه تدجوش قد صار انه. هو احنا مو كنا طلعنا من انتخابات مبكرة اللي يعني انتخابات مبكرة لو لا. مو? هاي نتائجها. احنا نقول لابد ان تكون حكومة كاملة الصلاحيات. واكو قانون انتخابات. لابد ان يعدل. اكو مفوضية انتخابات. لابد انه تغير. يعني اكو حكومة اه تستطيع تهدئ الوضع. تهدئ الشارع العراقي. يعني على كل حال هي مو حكومة السنة الواحدة. مثل ما يقولون البعض انه التيار يريدها سنة واحدة. لا. هو حتى التيار ما قال سنة واحدة. فرضا هسه. لا يعني التحديد الوقت مهم. يعني اللي يقول سنة تعجيزية. واللي يقول اربع سنوات بصرح على رأي. احنا نقول حكومة كاملة الصلاحيات تحت سقف الدستور. كل شيء نتفق من البرلمان. ما يطرح في مجلس النواب. يتم الاتفاق عليه. والتنسيق بينك. هل يمكن ان تمضون بجنسة الخميس في حال غابة عنها الحزب الديمقراطي الكردستان? لا. احنا لحد الان جهود مضنية. حسنا سؤال واضح يا سيعة الناس. تتمضون بالجنسة في محال غياب الديمقراطي. تخاطرون بالتصويت على. لا الديمقراطي ايضا يعمل الان. ممكن يحصل تطمينات لتمدير المرشحة. ممكن يعني. هو يعني عندهم نواب وعدهم مفاوضين ويشتغلون يعجوزين من السقين ويطار من السقين. يعني ممكن. وكذلك هو تنافس اذا صار مرشح. اذا ما حضر الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني يعني فرض المحال ليس محال. ما معلن ان هو لحد الان ما ما طيب. اه 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 اجابني اتجاوبني على هاي قصة الحكومة. يعني احتمال ان تكون وبالمنعسبة. حكومة سنة وحدة ما ممكنة. حكومة سنة ونص همية ما تكفي. وتدري يعني عندنا مو ازنة وعدنا وا 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 الى اخره. والله مثل ما ارجع و اقول لك انه مو مسألة تشاؤم. لكن بعد تجارب مريرة من الفين وثلاثة او الفين وخمسة نقول هكذا. نعم. الى الفين وثلاثة عشرين واحد عشرين ها سحنة اثنين وعشرين. نعم. كثير ما حصل هذه الاحزاب التي تصددت مشهد السياسي في العراق. اه تعطي وعود مع عدم الوفاء. وعند ساعة الحساب كلهم يرمي اللوم على الاخر. طيب. كلهم ينحيب اللائمة على الاخر. طيب. الشعب الان افتهم هذه الجدلية. الان الشعب لا يخدع. الشعب لا يمرر عليه شيء من الوعود. اي وعد من الاحزاب المتصدرة اعتبره صفر. الان عند الجماهير. سواء يزعلون او يرضون. هذا اللي صار. خلي يزعلون من عندنا. احنا صارنا 18 سنة ما زعلاني من عندهم. بالاخر يلا زعلنا من عندهم. اذن اي وعد بان هذه الحكومة ان شكلت ستكون سنة او سنتين او انها ستهيئ الى انتخابات مبكرة للجماهير والشعب العراقي او اغلب من من تصدر من نزل الى الشارع. يرى انها وعود كاذبة. مجرد لتهدئة انه بنج عام من اجل القبول. المهم هسه معيار. هسه خلي نقول معيار الحكومة. زمن الحكومة. اه عامل مؤثر على موقف التيار او لا? التيار الموقف هو المعلن وهو ثابت الى حتى هذه اللحظة. ولم يأتي شيء مخالف لذلك. بان هذه الحكومة من المحال ان تتشكل وفق هذه المعطيات. من المحال ان تتشكل? تمام. حتى ذا سنة واحدة? حتى لو سنة واحدة. يعني هناك تسريبات من انه مر للتيار الصدري بانه او انه تيار الصدري اشترط بالمناسبة هي التسريبات تحدث بها اه عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني. من على فضائية. قال بانه تيار الصدري مرر ان شروع انه اه سنة واحدة الكاظمي يبقى اه 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 قانون الانتخابات اه سنة واحدة الكاظمي يبقى قانون الانتخابات و اه اه ممكن احنا نوافق عليه. يوافقون على الحكومة انه الكاظمي يبقى. اذا ما 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 حصبا مستحيل ان الاطار يقبل الكاظمي. هو هذا سؤال يعني هذا هذا الشروط ممكن يقبلها يعني مرر مرر التيار الصدري هي شي قصة. لا لا ابدا. ما مرر تيار الصدري هي شي قصة. طيب خليني اه 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 في فضاء دقيقتين استاذ عبد السلام برواري. سؤال يطرح نفسه. يعني انتم الى الان اه موقف الاطار من مرشحكم. يبدو مواضح. طيب السؤال يطرح نفسه. على ماذا اتفقتم مع الاطار ودخلتو لتحالف ادارة الدولة. يبدو ما حصلت اي مكاسب ودخلتو للتحالف ومكنتم الاطار من تمرير او هو الان يوشك على تمرير العملية السياسية. اولا الهاجس الرئيسي والدافع الرئيسي هو يجب انهاء هذا الانسيدات. نحن مع كل ما يؤدي الى ان تبدأ تكون هناك حكومة كاملة الشرعية على اقل على الاقل حتى هاي المقبلة على اقل تقرر الموازنة الشعب كله ينتظر من الحكومة. هاي واحدة. الشيء الثاني قبلها مقلت. اذا يعني بدأ تشكيل الحكومة احنا دائما نفضل نشترك. طبعا عندنا نقاطنا. الشيء الثالث هي النقاط اللي وردت في النص صحيح النص عموميات. الصحيح في الحكومات الاخرى ايضا وعدونا باكثر من هذا. ولكن احنا احنا هاجسنا الرئيسي هو ان لا نكون سبب في عرقلة يعني تشكيل الحكومة. هذا هو الشيء الوحيد. وثم اكرر كلامي. بس يا ستاد. اتفاقنا على تشكيل الحكومة الشيء وموقفه من رئيس. اتخاب رئيس جمهوري الشيء. بس يا ستاد عبدالسلام يعني تدري يعني المواطن الكردي. انا ما اعتقد. انا ما اعتقد. اذا اسمح لي اسألك. انا ما عندي وقت هواي. المواطن الكردي ينظر. وهناك عمليات التفاوض. صحيح انتم هاجسكم الرئيسي. نتفق على انه هاجسكم الرئيسي انه لا تبقى العملية السياسية معطلة. بس تعرف لازم اكو تفاوض يعني الاطار من طلب منعدكم تغيرون موقفكم. وانتم والسيادة. وتجون الى تحالف ادارة تنضمون الى تحالفه. معقولة لما ننضميته الى التحالف لم تكن هناك بنود للاتفاق عليها. هذا اللي طلع. ما نضمينا. نعم. لا 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 اسمح لي اسمح لي انا يا عبر. احنا لا نضمينا ضد الاطار ولا نضمينا مع الاطار ضد اخر. احنا تحالفنا. يختلف. يعني مع الاسف هاي اللغة انا اسمحها من بعض الاخوة. خلي نضمو لنا. حتى من يحيشون على الصدر خلي نضمو لنا. طيب. ليش انضمام? اذا انت تريد تشاركني اشارك لو مجرد اشراك. اذا هي مشاركة فنحنا كلنا منضميني الى بعض. احنا حالة ياهم يا سعد سلام لله. مصدنا عضو يعني تحت هاي. هذا النص النشر حسب ما اني سمعت انها عدل عبادي والها عامري ما موقعين عليها. طيب. والنقاط واضحة يعني بها مسألة المية وعشرين مسألة حل المشاكل مسألة يعني المواقف العامة. وهل يعقل واني بالدقيق. هاولت. وهل يعقل انه ما حسمتوا ياهم رئيس موضوع رئيس الجمهورية? هل يعقل انكم بالديمقراطية لم تحسموا مع الاطار موضوع رئيس الجمهورية? الاطار مو بيدا. الاطار مو بيدا. طيب. بصراحة ما احترامي ضيفك. انا ما اعتقد الاطار يتنازل عن عن برهم صالح. ولا اعتقد الاطار مستعد يزعل الاتحاد الوطني. هذا نقطة. طيب. لذلك ما كوا يعني هم اللي يطلبون من عدنا نتفق. طيب. اتفاق عليه. ما دام الاتحاد الوطني يفهم الاتفاق القبول بمرشحة. طيب ضيفي من اربيل سيد عبد السلام برواري عضو الحزب الديمقراطي كردستاني. شكرا جزيلا لانضمامك الي. شكرا للشيخ أوس الخفاجي. شكرا لانضمامك الي. شكرا لانضمامك الي. شكرا موصول ايضا لسيد عارف عبد الجليل حمامي. النائب عن ائتلاف دورة القانون. شكرا. شكرا لكم عزيزي المشاهدين على المتابعة. وإلى اللقاء رسالة. شكرا. شكرا.